السلام عليكم يا خامس كيف حالكم اليوم يا خامس سنأخذ قاعدة بسيطة جدا ألا وهي التاء المفتوحة والتاء المربوطة التاء المفتوحة أو المبسوطة والتاء المربوطة في المرة الماضية أو المرات السابقة شرحنا عن التاء المربوطة والهاء المربوطة وقلنا كيف نميز بين الاثنتين قلنا إن معنا طريقتان الطريقة الأولى إما نثني الكلمة والطريقة الثانية إما نحرك الكلمة بالتنوين نثني الكلمة مثلا إذا ظهر صوت التاء فبتكون التاء مربوطة وإذا ظهر صوت الهاء فبتكون الهاء مربوطة في كل الحالتين يعني لو قلنا طالبتان وطالبتين وطالبة طالبة طالبة فهي تاء مربوطة ولا هاء؟ تاء مربوطة طيب لو قلنا مياه مياهان ومياهين ومياهن مياهن مياهن فظهر صوت لها معناته هي هاء مربوطة هاي تلخيص للقاعدة السابقة أما التاء المفتوحة والتاء المربوطة كيف نفرق بين الاثنتين يعني هو عند التحريك يعني إذا جئنا وحركنا الكلمة التي فيها تاء سواء مربوطة أو تاء مبسوطة ستظهر تاء يعني لو قلت طالبة المدرسة ولو قلت بيته الناس التنتين تاء يعني هاي واحدة تاء مربوطة واحدة تاء مبسوطة بس التنتين تاء فالتحريك ما بزبط معي شو اللي بزبط عشان أميز إنها تاء مربوطة ولا تاء مبسوطة لازم أسكن التاء فإذا بظهر معي صوت الاه فهي تاء مربوطة هون إذا بظهر صوت الـ تمام فإذا بظهر صوت الـ فهي تاء مربوطة مثل خلينا نسكناها الكلمة عائلة وهي مش هاء مربوطة لأنه إذا بدأ ميز إنها هاء ولا تاء بروح بثرنيها عائلتان معناته هي تاء مربوطة هي مش القصة أنها تاء مربوطة ولا هاء مربوطة قصة أنها تاء مربوطة ولا تاء مبسوطة يعني هيك ولا هيك فشو بنسكن التاء عائلة ولا عائلة عائلة معناته هي تاء مربوطة أمثلة بحكي أمثلة هيك ولا أمثلة هيك بروح بسكن الكلمة إذا طلع أمثلة معناته تاء مربوطة وإذا أمثلة معناته تاء مبسوطة بحكي أمثلة ولا أمثلة أمثلة أحسنتم معناته هي تاء مربوطة تمام؟ تمام نأتي الآن للتاء المبسوطة نسكن التاء فإذا ظهر صوت الـ فهي تاء مبسوطة بحكي بيه ولا بيت بيت معناته هي مش تاء مربوطة هي تاء مبسوطة بيت الآن نأتي إلى كلمة صوت أم صوه يعني إذا سكنت الكلمة رح تطلع معي إذا سكنت الكلمة رح تطلع معي الصوت إذا سكنت الكلمة يعني خامس إذا إذا بظهر صوت فهي تاء مبسوطة وإذا بظهر صوت بعد التسكين فهي تاء مربوطة طيب صوت ولا صوخ صوت معناته هي تاء مبسوطة مش تاء مربوطة تمام تمام الآن معكم أنكم تنقلوا هالقاعدة على دفتر قواعد يا حلوين وبعد ذلك سنحل التدريبات صفحة 91 هيا بنا تدريبات تدريبات صفحة 91 عد إلى النص واستخرج كلمات تنتهي بتاء مربوطة وأخرى تاء مفتوحة هذا السؤال واجب معكم يا حلوين تمام السؤال الأول واجب ثلاث كلمات تنتهي بتاء مربوطة مربوطة وفيه ثلاث كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو مفتوحة تمام السؤال الثاني ضع التاء المفتوحة لأت أو التاء المربوطة بهذا الشكل في نهاية كل كلمة حقيبة ولا حقيبة احنا بنحكي حقيبة معنات ويتاء مربوطة هيا يا فارس بنحكي أصوات ولا أصواه أصوات أحسنت معناته يا بطل بنحكي بما أنه معناته تاء مبسوطة هيا يا أحمد نقول زكاة ولا زكاة زكاة إذن تاء مربوطة نقول أوقات ولا أوقاه أوقات إذن هي تاء مبسوطة نقول جائزة ولا جائزة جائزة أحسنت يا دارين فتاء مربوطة نقول يا أحمد زيت ولا زيه زيت أت معناته تاء مبسوطة نقول يا سلام بنح ولا بنت بنت معناته تاء مبسوطة نقول يا محمد سيارة أسفة سيارة ولا سيارة طبعا هم كذبين س بسير أصل سي آآ نقول سيارة إذن هي تاء مربوطة السؤال الثالث اكتب ثلاث كلمات تنتهي بتاء مبتوحة وثلاث كلمات تنتهي بتاء مربوطة أيضا واجب معكم تاء مبسوطة واحد اتنين ثلاث وتاء مربوطة واحد اتنين ثلاث تمام إذن سؤال أول والثالث واجب يحلوين الأول بدك ترجع لدرس واحد وتسعين خامس نرجع إلى صفحة نذهب إلى صفحة ستة وثمانين نستخرج من هذا الدرس ثلاث كلمات فيها تاء إذن وخمص إذن إذن يساء خامس الحلوين نستخرج من هذا الدرس طبعا أنا حكيت لكم غير موجود ولكن تخيلوا لو أجدنا فقرة في الامتحان مثلا قلت لك تخرج من النص كلمات فيها تاء مربوطة وكلمات فيها تاء مبسوطة تمام؟ ويعطيكم ألف عافية طبعا هذا السؤال الأول والسؤال الثالث كلمات من عندك تمام؟ تخرج من أين